كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استضافة مصر في شهر يونيو الماضي الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد وأضح الرئيس السيسي إلى أن الملتقى يهدف إلى تعريف بعمليات البنك والدعم الذي يقدمه للقطاعين الحكومي والخاص كذلك مناقشة أفاق التعاون المستقبلي بين الدول الأعضاء بالبريكس أود الإشارة كذلك إلى استضافة مصر في شهر يونيو الماضي الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد الذي يهدف إلى التعريف بعمليات البنك والدعم الذي يقدمه للقطاعين الحكومي والخاص ومنقشة أفاق التعاون المستقبلي بين الدول الأعضاء بالبريكس وفي ذلك وذلك في ظل إيماننا بالدور المهم الذي يطلع به بنك الترمية الجديد في توفير التمويل المؤثر لدعم تنفيذ المشروعات التنموية بالدول النامية لا سيما في قطاعات النقل والطاقة النظيفة والبنية التحتية ورقمية والتنمية الحضرية